في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة بإنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الأجهزة التعويضية بمصر وبالتعاون بين الجهات المختصة بقوات المسلحة والمؤسسات المعنية بالدولة سوف يتم عقد الدورة الثانية للملتقى الدولي السنوي لطلاب الدراسات العليا بالخارج الدورة تعقد عبر الإنترنت تحت عنوان تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الحالي وتأتي هذه الدورة برعاية وزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي ومعهد بحوث الإلكترونيات تستهدف إلقاء الضوء على أهم التكنولوجيات البازغة التي تخدم احتياجات المجتمع العربي والدولي الحالية والمستقبلية أيضا بالإضافة إلى خرق مجال التواصل بين أصحاب المصالح المختلفة مع توفير فرص للتعاون بين مختلف الباحثين في مجال الأجهزة الطبية والأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة ويقدم الباحثون المصريون والأجانب خلال الملتقى أحدث ما تم التواصل إليه من البحث العلمي من تكنولوجيا الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة ويشارك بالملتقى أيضا عدد من الشركات وذلك على منصة ويب بكس عبر الإنترنت